بعيداً عن الأهل والزمالك والمنافسة في كرة القدر عايزة روح لشيء تألمنا منه كلنا جميعاً خلال الأسبوع اللي فات هو اللاعب إصابة اللاعب سعد محمد موليد 2000 ناشئ نادي الزمالك كلنا لما سمعنا الحوار أثر فينا سعد محمد اللي احنا بلتمناله الشفاء هنا من برنامج الأشبال ربنا يشفيه ويشفي كل مريض أثر فينا كلنا بكلامه أثر فينا لما عرفنا أنه هو مصاب بمرض السرطان عارف هو بقاله سنة وبيتعالج وبيتقلم من شدة الألم ولكن هنا بنقولك يا سعد أنت مش لوحدك كلنا جماهير مصر كلها بكل انتماءتها بندعي لك وإن شاء الله ربنا يشفيك وإن شاء الله تعدي المحنة دي وبعد المحنة هيكون فيه منح كتير من ربنا سبحانه وتعالى نتملك الشفاء إن شاء الله لاعب سعد محمد ناشئ نادي الزمال أنا مرمز أنا ما قاعدش قدام مرايا ولا تمرنت يعني أنا ما دخلتش نادي أصلا أنا تعبان أصلا وأكابر قدام الناس إن أنا كويس بس والله العظيم تعبان أفرحت للناس كلها لدعمتني الصفحة الأهلي والزمال كلها الناس عصنا متعطفة معي أفرحت جدا بالكلام ده أفرحت جدا بالكلام ده أفرحت مبسوط على قد ما أنا زعلان إن هم عرفوا يعني هي مش عيبة ده ربنا تلاني بالمراد ده يمكن عشان يطهرني أو كنت ماشي في طريق غلط الله أعلم والحمد لله أنا راضي راضي بالربنا كتابولي دولي احنا معاك سعد فعلا كل ما نملك الدعاء كل جماهير مصر معاك إيه الرضا اللي هو فيه سعد يعني إنسان بيتألم بقاله سنة في فراش المرض ما اشتكاش وما قالش الحد وصابر وراضي بقضاء ربنا شيء تألمنا كلنا منه جميعا كلام ده بعيدة عن الأهل والزمالك والمنافسة وكلام في الكورة لكن كلنا معاك ومن هنا ببرامج الأشبال دايما هنكون معاك وإن شاء الله هندعي لك إن ربنا يشفيك وتكون أحسن من الأول وكمان ترجع الملعب مرة تانية نروح بقى لأول فكرات برنامج الأشبال أخبار